قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله غير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكبرين الشرفى وأستعين الله في ألفية مقاصد نحو بها محوية تقرب الأقصى بنفض جزي وتبسط البذل بوعد جزي وتقتضي لضم غير سمطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات آخرة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يا رب صلى على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسبه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وبعد فلا زال الحديث موصولا عن معاني حروف الجر وصلنا عند قوله للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا وفي هذه الأبيات الشيخ رحمه الله يتحدث عن معاني حروف الجر فقل للانتهاء حتى ولام وإلى من حروف الجر حتى وهي جارة للمفرد الصريح وهذا معناه دلال على انتهاء الغاية ولهذا تسمى حتى الغائية وهي لا تجر إلا الآخرة أو المتصل بالآخر المتصل بالآخر تقوله تعالى سلامه هي حتى مطلع الفجر سلامه هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر فطلوع الفجر متصل بللة القدر تهمتوا أن ساعد مؤادة دينك الله أكبر لصلاة الفجر يعني خلاص انتهت الليلة لكن طلوع الفجر متصل بالآخر هو يقول المتصل بالآخر تقوله تعالى سلامه هي حتى مطلع الفجر فحتى حرف جر يفيد الغاية نعم طيب مثال الآخر أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها صحيح شيخنا بجر رأسها وجوز أن أقول حتى حتى رأسها تب حتى رأسها وجوز أن أقول حتى إيه رأسها تب حتى ابتدائية يعني فإذا قلت حتى رأسها جعلناها معطوفة على السمكة مش كده طيب وإذا قلنا حتى رأسها تب حتى يعني حتى رأسها ما كولة فهنا ده اللي هو الآخر ده أكلت السمكة لما أقول حتى رأسها ده آخر حاجة في السمكة اللي هو عند الرأس اللي الرأس لا توكل الرأس لا توكل فهمناه طيب على أي حال الشيخ يقول للانتهاء حتى يب حتى حرف انتهاء للانتهاء يفيد لإيه الغاية كذلك اللام اللام كقوله تعالى كل يجري لأجل مسمى كل كل يجري لأجل يعني إلى أجل مسمى صحي ولادو أن لا يفيد برضو إيه الغاية واللام من معانيها أيضا الملك وغالبا تقع بين ذاتين الثانية من هما تملك يعني مثلا شيخناة نقول إيه الكتاب لخالد يعني ملك لخالد يعني فيم neh شيخنا تقع بين ذاتين فخالد ذات والكتاب ذات صحي يا شيخنا الثانية من هما تملك صحي كده الثانية من هما ايه تملك الكتاب لخالد طيب لله ما في السماوات الآية بتقول لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يعني ملك السماوات والأرض لله بس طبعا تقديم الجر والمجين يفيد القصر يفيد يا إخواننا القصر واضح كده معروفة دي طيب يبقى أصل الآية ملك السماوات رضي لله يبقى وقعت بين ذاتين الثانية تملك أما شبه الملك ويعبر عنه بالاختصاص وهو أن يكون مدخول اللام لا يملك مدخول اللام لا يملك لما يقول الباب للدار الدار لا تملك صح ولا؟ ده بيسمونه الاختصاص يعني كان يقولنا الباب ما؟ أيوة خاص بالدار يعني زي اللي جام للفرس أو سرجل الداب طيب ما لسه ما شرحتش لسه مولان لسه يبقى لانتهى لانتهى حتى واللام صح كذا؟ وحياناً إلى ودى حرف جر أصلي ومن أشهر معانيه انتهاء الغاية المكانية أو الزمنية قال تعالى سبحاناً سبحاناً الذي أسرى بعده ليلة من المسج الحرام السورة ومن أحسن إنه المسج الحرام لانتهى غير مكانية طبي الزمنية انه؟ ده مسج حتى على الصحوى المهيد أول يوم الأخوى التقليل إنه في المسجل ثم حتى المسجل إلى الغيث حتى المسجل إلى الليل يبدل ده زمان لكن مسجل مكان صحوى لا وفي الآية الأولى ينجح لغاية المكانية وفي الآية الثانية ينجح لغاية الزمنية وتبقى الزمنية اشتركوا في القناة الشيخ رحمه الله يقول الانتهاء حتى ولام وإلى يعني حتى واللام وإلى كل هذه الحروف الثلاثة تدل على الانتهاء وقل حتى كقوله تعالى حتى مطلع الفجر حتى مطلعي حتى مطلع الفجر وده قروع الفجر مفتصل بللة القدر طيب لما قل أكلت السمكة حتى رأسها يبدأ ده آخر يبقى الأكل وصل للآخر حاجة في السمكة وما ده ده مطلع بالآخر لكن الآية الآية مطلع بالآخر يتجر الآخر وده مطلع بالآخر وطبعا حتى لا تجر إلى الآخر أو مطلع بالآخر يعني لا تقول سهرت الليلة حتى نصفها لا يجوز إحنا قلنا حتى الجرة لكي تكون جرة وتفيد الغاية لا بد أن تكون متصلة بالآخر كالآية أو تجر آخر شيء كهذا المثال الذي أتينا به وقلنا اللام أيضا من معانيها تفيد ذاتين الثانية تملك تقولينا مثلا الكتاب لخالد الكتاب لخالد فخالد يملك الكتاب وقد تقع لشبه الملكة المعبر عنه بالاختصاص كما قلنا الباب للدار اللام داخل على شيء لا يملك يعني وأما إلى في معانيها وأشهر معانيها تفيد الغاية المكانية كقوله تعالى سبحانه الذي أسرى بعد ليلا من المسجد الحرم إلى المسجد الأقصى يبدأ انتهاء الغاية المكانية ثم تم الصيام إلى الليل يبدأ الغاية الزمانية هلنتقل بعد ذلك إلى من والباء يقول ومن وباء يفهمان بدلا يعني من تأتي ويكون معناها البدل يكون معناها يولدي البدل طيب قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذاواتي أكل الخنط عندك كنت مثل طيب وهات طيب ده أوضح ده أراضيتم أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني إيه بدل الآخرة طيب حتى طيب والآية وبدلناهم بجنتيهم بجنتيهم يعني بدلناهم بدل جنتيهم يبلوا هنا بمعنى بدل هذا معنى كلام شيخ ومن وباء يفهمان بدلا يعني تأتي بمعنى بدل يعني خلاص يا شيخنا طيب نقتصر على إيه على ما هو موجود في العلفية واللام للملك مش هكلمنا عنها اللام أيوة اللام للملك وشبهه طبعا قلنا متى تكون اللام للملك إذا وقعت بين ذاتين الثانية تملك وإحنا جبنا المثال قلنا الكتاب لخالد أو الكتاب لزيد طيب دي الملك هاتي اللي بعدها وشبهه شبه الملك اللي هو المعبرة بالاختصاص يعني وقعت بين ذاتين الثاني الثاني لا يملك نقول نهي الباب للدار أيوة وبعدين وفي ايه تعادية أيضا وتعليل قفل خذوا بالكم لحكاية التعضية إلى المفعول ما أحب طالب العلم للطباعة الجيدة من الكتب عندك مثال عندك لل ها جئت جئت وإيه لإكرامكا مش كده لا دي للتعليل ايه التعليل هاته التعليل وهبت لزيد لزيد مالا طيب وهبت لزيد مالا وهبت لزيد أصل الكلام وهبت زيدا مالا فوهبت لزيد فوهبت لزيد فوهبت لزيد مالا فوهب فعل ماضي التأدي تأدي الفاعل زيدا مفعول أول مالا مفعول الثاني صح الأول والثاني أو تتعدى المفعول الثاني بنفسها وإلى الأول بحرف الجر كنتم قال لا يعني فيها ميزة ممكن أقول وهبت لزيد مالا أو وهبت لزيد مالا يبقى تعدى المفعول الأول بواسطة حرف الجر يعني معنى التعليل خلاص يعني الجر المجور ده يعني هو مجور لفظا لكن منصوب محلا فأمين يا أولاد قال لا هذا معنى ايه هنا تفين التعذية عرفنا التعذية طيب قول الماء بعد كده لاحظة كده واللام الملك وشبيه وفي تعذية يعني لام تفين التعذية أي وهبت لزيد مالا صح كده عرفناها طيب أيضا وتعليل التعليل زي ايه جئتك لكرام جئتك لكرامك جئتك ايه أيوة يبقى التقدير أيولادي لكي أكرمك لكي أكرمك يعني جئتك لكي أكرمك وهنا كي تفين التعليل ها معنى هي بمعنى كي ما كي تفين التعليل واللم أيضا تفين التعليل مش كده أصل الكلام هي جئتك لأن أكرمك صح يا شيخنا يبقى التقدير إيه يبقى أن مع الفعل ما قوله مصدر لو جئتك لإكرامك أصل الكلام جئتك لأن أكرمك اللام دي حرف جر وتعليل وأن نصبة الفعل المضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد إيه بعد لام التعليل أن مع الفعل بأول بالمصدر المصدر ده ما جرور باللمة يعني جئتك لإكرامك طيب كم من البعض يا شيخنا وزيد زيد اللام دي زائدة زي إيه اللام الزائدة يا مولانا خد بالك لا 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 أيوة بتولي يا شيخنا لا لا لزيد ما أنت لأولت لزيد لا آه لأولت لزيد لزيد لا أنت بدي لزيد ولا عبده مؤمن يا لزيد ضربته ها لزيد لزيد ضربته أصلاح إيه أصلاح يا شيخنا أصلاح زيدا مفعول مقدم يعني أصلاح زيدا ضربته زي فريقا هذا صح ولا فلما قلنا لزيد يبقى أصبح الزيد ده مفعول به مقدم بسي مصوب بفتحة مقدرة منع مذور اشتغال المحلي بحركة حرف الجر الزاي فأنت بتقول يا شيخنا يقول الشاعد وملكته ولا ملكته ما بين العراق ويطرب ملكا أجارة لمسلم ومعاهدي ملكا أجارة لمسلم يبقى أصلاح ايه أجارة مسلما صح ولا ملكا أجارة مسلما ومعاهدي اللي هو غير المسلم يعني أجارة مسلما فقال لمسلم ديسمع أصبحت لم ايه الزايدة وإزاي عرفناها زايدة يا شيخنا إذا حذفت الكلم يستقي طيب على كل لأن احنا أتينا بالمثال ووضحنا أخلاص يلا هات كده وزيدة والظرفية مثال الظرفية مولانا ايه أيوة وإنكم لما تمرون عليهم مصبحين وبالليل بمعنىها وفي الليل بل بقى هنا بمعنى فيه هذا بمعنى فيه الظرفية كامل يا شيخنا أيوة استبن هو بكلم عنه دلوقتي يا شيخنا عن الباق عن الباق مش كده طيب طيب الباق دي الظرفية ولقضى نصركم الله ببدر يعني فيه بدر مش كده ولا نجناهم بسحر يعني فيه سحر وبالأسحار هم يستغفرون يستغفرون في الأسحار كل ده تفيد الظرفية السوية كقول تعالى إنكم ظلمتم مأفوسكم باتخاذكم يعني بسبب اتخاذكم إنكم ظلمتم مأفوسكم باتخاذكم يعني بسبب اتخاذكم العجل أما الاستعانة قال استبن يعني ايه ها ما تخلينا بعيد عن الفاب الوقت يا ولدي خلينا في الألفية بص يا مولانا انتبه الله يصلح حنا وحنا تكلم عن ايه قال اللام للملك وشبهه وفيه يعني اللام تأتي الملك وشبه الملك وفيه تعذية تأتي معدية يعني ايضا وتعليل قفي قفي بمعنى التبع خلاص وزيد يعني تأتي زائدة والظرفية والظرفية تستبن اه اه خلاص كده والظرفية استبن ببا يعني بالبا اللي حرف الجا تأتي للظرفية مش كده اه تأتي لل ايه ايوه نجيناكم بصحر ايه نجيكم بصحر يعني فيه صحر مش كده طيب استبن استبن ايه ببا ايوه اللي هي تأتي للإستعانة طيب وانا تأتي للإستعانة نعم ايوه استبن انكم ظلمتم افوسكم باتخاذكم يبلبا هنا بمعنى سربية ماشي وفي وقد بينان السربة اه فيه المقصود ديها ايه شخنا ايوه ده السببية يبا داخل نار ايه فيه هرة ايه يبا فيه وقد يبينان السبب ماش كده والظرفية استبن ببا وفي صح كده ولا والظرفية استبن ببا وفي يعني اه مش كده شيخنا طيب وقد يبينان ايه اه قد يبينان الايه لهم ايه البا وفي صح كقوله صلى الله عليه وسلم داخلت النار ايه ايه داخلت النار فيه هرة يعني ايه فيه هرة بسبب ادي معنى وقد يبينان اللي هي فيه والبا قد يبينان السبب ماش كده يا شيخنا طيب ايه بالنسبة اللي فيه اولا قال تعالى ان المتقين فيه جنات ان المتقين فيه جنات عيون اللهم جعلنا يبقى كلمة ان المتقين فيه جنات تفيد الظرفية مش كده ولا ايوة والظرفية السبب بيضى وفي طيب ايه ايه خلاص خلص البيت الاحرف الخامسة دي اشار اليه بقول الانتهاء حتى ولا من الى اي ان حتى ولا من الى تدل على انتهاء الغاية زي ما احنا قلنا ثم ذكر ان اللان تفيد معنى الملك وشبه الملك وتأتي للتعادية والتعليم ومعنى قوله وتعليم قفي قفي بما عنه نصب وعرف نصب وعرف ثم ذكر ان اللام تأتي زائدة فقال والظرفية تستبن اه نعم اه ثم ذكر ان اللام تأتي زائدة خلاص مش كده ثم قال والظرفية تستبن ببا وفي يعني اجعل الظرفية واضحة بالبا لأنها من معانيها ومعاني فيه وقد يبيناني السبب يعني يشتركاني في معنى السببية اللي فيه والبا يعني قل البتن البتن التانين يا ولادي ها نعم نعم اي 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 من معاني اي دي البا طب هات المسالة عندك شيخ ما حسين طيب كتبت بالقلم يعني مستعينا بالقلم مبلجر والمجر متعلقان يعني ها بكتبت بس البي هنا من معانيها الاستعانة يعني استعنت في الكتابة بالقلم ايوة ذهبت بزيد طب اصل الكلام ذهب زيد اصل الكلام كده ذهب زيد فلما قل ذهبت بزيد اصبع الفعل ده متعدي الى زيد بوسط حرف الجر لاني ذهب ده فعل لازم معنى فعل لازم يعني ليس له مفعول صح ولا اقول ذهب زيد فلما قل ذهبت بزيد الباديا اللي هي اللي هي تفيد اي اي اولا ده التعديا يعني عدد ذهبت الى زيد بوسط حرف الجرد. ها? اه زهر تحويز زي ايه? اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة. بالاخرة يعني بدل الاخرة. ايوة. بدلها يعني طيب فضل كن. ايوة مررت بزيد يعني التصق مروري بزيد. اه دي معنى اللصاق يعني. التلصق مروري بزيد. اه ومثله ايه? معنى ايه? دعتك الثوة مثلا بطرازيه. اي مع طرازيه. ها? ومعنى من? شربنا بماء البحر. شربنا? اه شربنا بماء البحر. يعني شربنا من ماء البحر. وعن? اه سأل 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 عن عذاب. ايوب البيت معنى بالباء استعن وعدي عوض السقي. ومثل مع ومن وعن بها منطقي. دي كلها من معاني الباء. على? اه? وتقول المصاحبة مثل ايه? اه. وسبع بحمد ربك مصاحب الحمد ربك. طيب على للاستعلاء. قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. يعني اشهر معاني على الاستعلاء. صح كده? ايه عندك بعد? ايه? اه. دخل مد على حين غفلة. بمعنى دخل مدينة في حين غفلة. يبقى على. وزاك حروف الجر ينوب بعضها بعض. عن بعض يعني. يبقى رميت السهم عن القوس. رميت السهم عن القوس. مش كده ولا? عن القوس ولا على القوس. عن القوس. اه. اش هو بيقول لك? على الاستعلاء ومعنى في. وعن. وعن بعن تجاوز. وعن بعن تجاوزا. يعني هنا على تاتب معنى كم بتاتب معنى سعلاء. وفي. ومعنى عن. ومعنى عن. طيب هاتني سأل معنى عن. اه رميت السهم عن القوس. لا. لا يا ولدي. مش قلنا على الاستعلاء صح? ومعنى في. بس. وعن? ها? استعمال جديد. ايوا. ايوا. وعن في للمجاوزة. وعن بعن تجاوزا. مش كده? طيب. هاتنا باقي عن. شوفي شيخmusicية يقول. عن وهو حرف جرى اصل الله ومعاني منها المجاوزة. واده اشهر معانيها. على تاتي الاستعلاء وتاتي معنى فيه للظرفية وتاتي معنى عنه لكن بداية كلام تاني قلنا الاستعلاء ده أشهر أو أكثر معنيها قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون ده المعنى الأول يعني طب معنى فيه أعرف المعنى فيه ودخل المدينة على حين يعني فيه حين غفلة وتاتي معنى عن وهي المجاوزة إذا رضيت علي بنقشين يعني رضيت عني خلاص يا شيخنا رضيت عني بس عشان تكونت للأسف بتقرر لخطأ ماشي مش موجودة خلاصة يبقى يبقى لها كم معنى على ده الاستعلاء وده أكثر معنى ومعنى فيه ودخل المدينة على حين غفلة يعني فيه حين غفلة وتاتي معنى فيه إذا رضيت علي يا بن قريش بن قشير يعني بمعنى رضيت عني خلاص يا شيخنا يبقى لها السعلاء ومعنى فيه ومعنى عن ثم قال بعن تجاوزا عني بعن هذا أول حرف من حروف يعني هو المعنى معاني عني لها المجاوزة خلاص يا أولادي وده أشهر معانيها معنى المجاوزة ابتعاد وشيء مذكور عما بعد حرف الجرم بسبب شيء قبله بالمعنى تركتهم وجاوزتهم خيب أيضا المجاوزة دنيا مولانا ممكن تاتي بمعنى بعد عما قليل عما قليل يعني بعد قليل يبشوف عما قليل عما قليل خدوا بالكم ماء اللي دخلت ماء عما عما قليل العلماء يقولون دي عن حرف جر زائد لأنها دخلت بين الجر والمجرور أصلا عن قليل صح يا شيخنا دي ماء الزائدة يزاد بين الجر والمجرور عن قليل قال القرآن عما قليل والزيارة هنا تفيد التوكيد فهنا يا شيخنا دي معنى ايه بعد قليل يبعى عما قليل دي معنى بعد قليل ماشي يا شيخنا وعن طيب ها تاتي بمعنى على زيه وإنما يبخل عن نفسه هذا ملاهن وكده لا خليل في القرآن فالنبا يبخل وعن نفسه يعني يبخل وعلى نفسه ماش كده ولدي طيب شوفنا بقوله يا شيخنا على للاستعلاء يعني إن على تأتي للاستعلاء بس هنا أصلا قل للاستعلاء بس اجعلها مقصورة مش ممدودة عشان وزن البيت يعني على الاستعلاء وتكل الظرفية بمعنى في وعرفناها وتكل المجاوزة بمعنى عن ماشي يا شيخنا طيب بعن تجاوزا أيوة بعن تجاوزا عن أي نعم التي تؤدي هذا المعنى نفسه مش احنا قلنا على الحينا من معنى عن طيب بعن تجاوزا يعني عن تفيد التجاوز بنفسها إنما دي بالمعنى يعني على تفيد معنى عن بعن تفيد التجاوز بنفسها مش كده ولا طيب ثم قال البيت على من قد فطن أيوة على من قد فطن ولا عن على 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 من قد فطن أي بالزبط كده بمعنى إيه شيخنا من فطن بمعنى إيه يعني عرف وعاقل يعني قل الأبادي طيب يبتني وقد إيه قلت أيوة قلت قد تجي موضع إيه بعد وعلى وقد تجي وقد تجي موضع بعد وعلى أيوة كما على كما على إيه موضع عن قد جعل يقول الشيخ رحمه الله وقد تجي موضع بعد يعني عندي تاتي بمعنى إيه بعد قال قوله تعالى عما قليل يعني بعد قليل ماشي وقد تاتي بمعنى على فإنما يبخل عن نفسه يعني معنى على نفسه خلاص كما على موضع عن قد جعل مش احنا قلنا أن على دي جتفل أو بمعنى عن يقول حصل ايه حصل ايه بينهما تبادل يعني نقول لأبيات أولادي بالظاهر وخصص منذ مذ وحتى والكافة والوا ورب وات وخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب لا دي وبرب دي دي وبرب دي هات الكتاب اللي احنا منه المشكل طيب قل لأبيات عشان الشيخ مش مشكل هنا بس يلا يا ولادي قلوا طيب الابيات مش مشكل انت يا من قل معي بالله رخصص منذ مذ وحتى والكافة والوا ورب والتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتا لله ورب وما رو من نحو ربه فتا ربه 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 فتا نزر كذا كهى ونحوه أتى بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد وزيد في نف وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعادية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السبب بالبستع وعد عوض السقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي على للاستعل ومعن في وعن بعن تجاوزا عن من قد فطن من فطن أيوا وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل كما على موضع عن قد والله أعلى وعلى وعلى صلى وعلى صلى الله عليه وسلم